السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف 11 في درس جديد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات المصاري العلمي والإنسانيات وحدة دورة حياة النظام درس الحوسبة السحابية في الحصة السابقة تعرفنا عن أهم معارف ومهارات دروس الوحدة وهو درس دورة حياة النظام ثم درس التحليل وأيضا درس التصميم وبدرس اليوم سنتعرف على أهم معارف الدرس الرابع درس الحوسبة السحابية وسنتعرف اليوم على مفهوم الحوسبة السحابية ومكوناتها أيضا الحوسبة السحابية داخل المؤسسات وأيضا أهم نماذج الحوسبة السحابية تعرف على أهداف درس اليوم الهدف الأول أن يعرف الطالب الحوسبة السحابية ويذكر دوافع استخدامها وأنمعها الهدف الثاني أن يعدد مكونات الحوسبة السحابية للواجهات الأمامية والواجهات الخلفية الهدف الثالث أن يذكر أدوات واعتبارات اتخذ قرار أن عمل بالحوسبة السحابية أم أن عمل بالحوسبة داخل المؤسسات ومذايا الحوسبة السحابية الهدف الرابع أن يعدد نماذج خدمات الحوسبة السحبية IS و PASS و SAS نتعرف أولاً على المصالحات العلمية الجديدة لدرس اليوم الحوسبة السحبية Cloud Computing عميل Client منصة Platform خدمة Service التخزين Storage والبنية التحتية Infrastructure لنبدأ بالمفهوم الأول لدرس اليوم وهو مفهوم الحوسبة السحبية يجب علينا أولاً التأكيد بأن السحابة هي مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تعمل معاً لتقديم خدمة للمستخدم عبر الإنترنت ومثال على الأجهزة مثل الخوادم وأجهزة التخزين ومثال على البرامج مثل Google Drive يمكن الآن أن نستنتج أن الحوسبة السحابية هي استخدام الأجهزة والبرامج لتقديم خدمات عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين من الوصول إلى الملفات والتطبيقات وموارد معارجة البيانات ويحتاج المستخدم فقط إلى جهاز حسوب متصل بالإنترنت للاستفادة من جميع خدمات السحابة يمكن التعرف على الفرق بين الحوسبة التقليدية والحوسبة السحابية بأن الحوسبة التقليدية المقصود بها تخزين البيانات على قرص الصرب المحلي داخل الحاسوب الخاص بك أما الحوسبة السحابية فتقوم فكرتها على وجود شركة مثل Google يطلق عليها اسم ووفر الخدمة تقوم بتوفير سحابة من البرامج والأجهزة مثل الخوادم وتقوم أيضا بتخزين ومعالجة البيانات داخل هذه الخوادم لنتعرف الآن على دوافع استخدام الشركات للحوسبة السحابية أصبحت الشركات أكثر وعيا بإمكانية توفير التكلفة عند استخدام الحوسبة السحابية لذلك فإن أهم العوامل التي تدفع الشركات لاستخدام الحوسبة السحابية هي استخدام معداد وخدمات الاستضافة التي يوفرها مزود الخدمة السحابية لتوفير رأس مال الشركة ومن أمثلة المعدات، وحدات التخزين، الخوادم، ومكونات الشبكات ومن خدمات الاستضافة، استضافة تطبيقات الشركات لتوفير تكاليف النشر والصيانة الآن، كيف تفرق بين الحوسبة السحبية العامة والحوسبة السحبية الخاصة؟ الحوسبة السحبية العامة تتكون من ملفات وتطبيقات ووحدات تخزين وخدمات متاحة للجمهور عبر الإنترنت ومن أمثلتها جوجل درايف أما الحوسبة السحبية الخاصة، فهي خدمات الحوسبة السحبية المخصصة للشركات وتكون متاحة لموظفيها فقط ومحمية بقواعد أمان للحفاظ على خصوصيتها، مثل Microsoft Exchange كم الآن بالإجابة للسؤال التالي، اذكر المستلح العلم المناسب أولاً، مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تعمل معاً لتقديم خدمة للمستخدم عبر الإنترنت ثانياً، استخدام الأجهزة والبرامج لتقديم خدمة عبر الإنترنت حيث تمكن المستخدم من الوصول إلى الملفات والتطبيقات من أي جهاز متصل بشبكة الإنترنت والإجابة الصحيحة هنا، أولاً، مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تعمل معاً لتقديم خدمة للمستخدم عبر الإنترنت هي السحابة أو الكلاود ثانياً، استخدام الأجهزة والبرامج لتقديم خدمة عبر الإنترنت حيث تمكن المستخدم من الوصول إلى الملفات والتطبيقات من أي جهاز متصل بشبكة الإنترنت هي الحوسابة الصحابية المفهوم الثاني لدرس اليوم هو مكونات الحوسابة الصحابية أو المقصود بعمارة الحوسابة الصحابية وتتكون الحوسابة الصحابية من واجهتين أساسيتين الأولى تسمى الواجهة الأمامية للنظام Front-End Platform ويطلق عليها أيضاً اسم الحاف إيج والتي تعبر عن العميل والتطبيق الذي يستخدمه العميل للحصول على خدمات الحوسابة الصحابية أما الواجهة الأخرى فتسمى الواجهة الخلفية للنظام Back-End Platform أو Back-End والتي تتكون من أجهزة حواسيب مختلفة مثل خوادم وأنظمة التخزين والتي مسؤولة عن خلق سحابة من خدمات الحوسابة الصحابية لنتعرف الآن على المكونات الواجهة الأمامية للنظام بشكل أوضح أطلق المطورون مصطلح حندسة الواجهة الأمامية للتعبير عن أي جذء يواجه المستخدم من بنية الحوسابة الصحابية وهو الجزء الذي يتفاعل مع المستخدم النهائي والذي بدوره من شكل تجربة المستخدم ويتكون من جانبين أساسيين الجانب الأول وهو جانب العميل وتسمى المنصة الأمامية للنظام باسم العملاء يحتاج العميل إلى جهاز حسوب وأجهزة إدخال للتعاون مع هذه الواجهة يتم التطوير الدائم للأجهزة والتطبيقات ليستخدمها العميل من خلال الحوسابة الصحابية الجانب الثاني وهو التطبيق وهو العمود الفقري للخدمة يتم التركيز عليه لضمان عمله كما هو متوقع يعبر أيضاً عن البرنامج الذي يشغل الحوسابة الصحابية من جانب المستخدم مثل متصفح الويب أو أي تطبيق آخر يكون من جانب العميل يأتي الآن مفهوم هندسة الواجهة الخلفية باك اند وهي جزء بنية الحوسابة الصحابية التي تشاغل الواجهة الأمامية للنظام حيث تتضمن مكونات النظام من أجهزة تخزين وخوادم ويمكن أن تقع هذه الخوادم في مواقع بعيدة وقد تكون متفرقة جغرافياً وتعبر هندسة الواجهة الخلفية للنظام عن المكونات التالية أولاً المنصة ثانياً الخدمة ثالثاً التخزين رابعاً البنية التحتية يمكننا فهم آلية عمل المنصة من خلال التعرف على الفرق التالي في المواقع العادية يقوم تطبيق المستخدم بالتعامل بشكل مباشر مع خادم المواقع أما في الحوسبة السحابية لا يمكن لتطبيق المستخدم من التعامل بشكل مباشر مع خادم الحوسبة السحابية لذلك واجب وجود المنصة لتكون الوسيل بين الخادم والمستخدم ويمكن تلخيص مفهوم المنصة على أنها الوسيل بين الخادم والمستخدم هي الواجهة التي تنصق بين احتياجات المستخدم والخدمات المقدمة من جانب السحابة تستخدم عادة لغة البرمجة لنستكمل معا مكونات الواجهة الخلفية للحوسبة السحابية ثانيا الخدمة والمقصود بالخدمة هي الوظائف المقدمة في الحوسبة السحابية تتطلب التعاون مع عمليات الإخراج المتوقعة للمستخدم يتم تقطيم الخدمات في وقت التشغيل السحابي وهي أحد المكونات الرئيسية للسحابة ومشابه لقلب العمارة ثالثا التخزين والتخزين هو العامل الأساسي لتشغيل والاستفادة من تطبيقات الحوسبة السحابية من خلاله يتم تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بالوظيفة وكيفية تنفيذها وتتم إداراته بواسطة برنامج إدارة محركات الأقاص بالخادم وأخيرا البنية التحتية وهي المحرك الذي يشكل جميع خدمات البرمجيات السحابية تحتوي على وحدة المعالجة المركزية CPU تحتوي أيضا على وحدة المعالجة للرسومات GPU اللوحة الأم وجميع المكونات اللازمة للنظام ليعمل بسلاسة قم الآن بالإجابة للسؤال التالي ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخطأة أولا الواجهات الأمامية هي مصطلح يستخدم للدلالة على أي جزء يواجه المستخدم من بنية الحوسبة السحابية ثانيا حندسة الواجهات الخطأة هي جزء من بنية الحوسبة السحابية التي تشاغل البنية الأمامية مثل المكونات الأساسية للنظام مثل الأجهزة والتغزين والإجابة الصحيحة هنا أولا الواجهات الأمامية هي مصطلح يستخدم للدلالة على أي جزء واجه المستخدم من بنية الحوسبة السحابية والإجابة هنا صحيحة ثانيا هندسة الواجهات الخلفية هي جزء من بنية الحوسبة السحابية والتي تشاغل البنية الأمامية مثل المكونات الأساسية للنظام مثل الأجهزة والتغزين وأيضا الإجابة هنا صحيحة المفهوم الثالث لدرس اليوم هو أدوات واعتبارات اتخاذ قرار العمل بالحوسبة السحابية أم العمل بالحوسبة داخل المؤسسات ولاتخاذ هذا القرار تستخدم الشركات نظام ERP ويعتبر أحد أكثر العوامل الأهمية في اتخاذ قرار اختيار تقديم النظام من خلال الشبكة الداخلية للشركات أو من خلال استخدام الحوسبة السحابية ويعتمد هذا القرار على بعض الاعتبارات منها خصوصية البيانات وحجمها ومثال عليها بيانات العملاء المالية وأيضا مدى الحاجة إلى موارد الخدمات السحابية والتي تستخدم في بعض الأحيان لتقديم بعض الخدمات المصرفية لنتعرف الآن على عوامل والتساؤلات اتخاذ قرار الانتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية العامل الأول وهو الأمن المعلوماتي وتساؤلاته ما مدى حساسية البيانات ما هي أليات النسخة الاحتياطي ما هي طرق الوصول إلى البيانات في حالة فقدانها العامل الثاني سرعة الوصول وتساؤلاته هل تمتلك المؤسسة المعدات والبرامج والأجهزة لاستخدام الحوسبة وخدماتها بصورة سريعة هل يوفر مزودة الخدمة السرعات المناسبة للإنترنت لاستخدام الحوسبة السحابية العامل الثالث وهو التوافر وتساؤلاته هل هناك بدائل توفرها الحوسبة السحابية في حال انقطاع خدمة الإنترنت كم من الوقت الذي يحتاج مزودة الخدمة لإعادة الخدمات بعد انقطعها نستنتج مزايا الحوسبة السحابية في أنها قابلة للتوسع حسب نمو الشركة إمكانية الوصول للأنظمة من جميع أنحاء العالم التكلفة الأقل والحد الأدنى للدعم الفني كم الآن بالإجابة على السؤال التالي أذكر المصطلح العلمي المناسب أولا أحد أكثر العوامل الأهمية في اتخاذ قرار اختيار تقديم منظوم من خلال الشبكة الداخلية للشركات أو من خلال الحوسبة السحابية ثانيا أحد عوامل وتساؤلات اتخاذ قرار الانتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية التي تهتم بامتلاك المؤسسة للمعدات والبرامج والأجهزة لإستخدام الحوسبة السحابية وخدماتها بصورة سريعة والإجابة الصحيحة هنا أولا أحد أكثر العوامل الأهمية في اتخاذ قرار اختيار تقديم النظام من خلال الشبكة الداخلية للشركات أو من خلال الحوسبة السحابية هو Enterprise Resource Planning ثانيا أحد عوامل وتساؤلات اتخاذ قرار الانتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية التي تهتم بامتلاك المؤسسة المعدات والبرامج والأجهزة لاستخدام الحوسبة وخدماتها بصورة سريعة وهي سرعة الوصول يأتي الآن المفهوم الرابع والأخير لدرس اليوم وهو مفهوم نماذج خدمات الحوسبة السحابية IaaS و PaaS و SaaS ولتوضيح المقصود بهذه النماذج استمع إلى الموقف التالي تخيل أنك تريد أن تسكن منزل جديد لديك ثلاث خيارات الخيار الأول وهو IaaS أو البنية التحتية كخدمة والمقصود بها أن تشتري أرض بها جميع مكونات البنية التحتية وتقوم أنت ببناء المنزل الخيار الثاني وهو PaaS والمقصود به المنصة كخدمة وهي أن تشتري منزل تم بناءه على أرض بها جميع خدمات البنية التحتية وتقوم أنت بتصميم وتجهيز باقي الخدمات بالمنزل الخيار الثالث وهو SaaS أو البرمجيات كخدمة وهو أن تشتري منزل به جميع الخدمات وهو مؤسس بشكل كامل وتقوم أنت باستخدام هذه المكونات والإمكانيات بشكل مباشر إذن نماذج خدمات الحوسبة السحابية هي أولا نموذج آياس يوفر البنية التحتية التي يوفرها مزود الخدمة عوضا عن مراكز بيانات ومعدات وخواد مكلفة لذلك ترجع الشركات إلى استخدامه لتوفير رأس المال ثانيا نموذج باس ويسمح هذا النموذج لمطور النظم والمبرمجين بإنشاء البرامج والتطبيقات واختبارها وإطلاقها باستخدام الأدوات التي يوفرها مثل نظم التشغيل، خدمات الاستضافة وإدارة قواعد البيانات ثالثا نموذج ساس ويمكن المستخدمين من الوصول إلى البرامج والخدمات عبر الشبكة دون الحاجة إلى تثبيتها ويقوم مذود الخدمة بتوفير الموارد التي تحتاجها التطبيقات لتعمل بكفاءة يمكن القول أن لكل نموذج من نموذج خدمات الحوسرة الصحابية العديد من الإيجابيات والتحديات نذكر منها على سبيل المثال أولا نموذج IaaS مثال عليه Amazon Sample Storage Service من إيجابياته المرونة حيث يمكن زيادة الموارد المستأجرة أو تقليلها حسب حاجة الاستخدام من تحدياته قد يشكل أمن المعلومات قلقاً بسبب البنية المتاحة للعديد من المستخدمين نموذج IaaS مثال عليه Amazon Web Service من إيجابياته سهولة الاستخدام حتى للمبرمجين المبتدئين من تحدياته قد تتدنى جودة الخدمات المقدمة حسب كفاءة ومنظوكية مزود الخدمة نموذج IaaS مثال عليه Google Apps أو Gmail من إيجابياته يمكن المستخدمين من الوصول إلى البرامج عبر المتصفح ومن أي جهاز حاسوبي أما من تحدياته قد تتعطل الخدمة إذا حدث مشاكل للمتصفح وتحتاج إلى ترقية المتصفح بشكل دوري الآن عزيز الطالب يمكنك فتح كتاب مد التكنولوجيا المعلومات والإطلاع على المزيد من الإيجابيات والتحديات لكل نموذج قم الآن بالإجابة على السؤال التالي اذكر المصطلح علمي المناسب نموذج يمكن المستخدمين من الوصول إلى البرامج والخدمات عبر الشبكة دون الحاجة إلى تثبيتها على الحسوب ثانيا يسمح هذا النموذج لمطور النظم والمنبرمجين بإنشاء البرامج والتطبيقات واختبارها وإطلاقها باستخدام الأدوات التي يوفرها ثالثا نموذج يوفر البنية التحتية التي يوفرها مزود الخدمة عوضا عن مراكز بيانات ومعدات وخواد مكلفة والإجابة الصحيحة أولا نموذج يمكن المستخدمين من الوصول إلى البرامج والخدمات عبر الشبكة ودون الحاجة إلى تثبيتها على الحسوب هو نموذج ساس ثانيا النموذج الذي يسمح لمطور النظم والمنبرمجين بإنشاء البرامج والتطبيقات واختبارها وإطلاقها باستخدام الأدوات التي يوفرها هو نموذج باس ثالثا النموذج التي يوفر البنية التحتية التي يوفرها مزود الخدمة عوضا عن مراكز بيانات ومعدات وخواد مكلفة هو نموذج آياس واخيرا يأتي السؤال الهام الآن هل بياناتك بأمان في التخزين السحابي بشكل عام لا يوجد حل آمن لحظ البيانات بنسبة 100% ولكن يجب علينا أخذ بعض الإجراءات والاعتبرات التي تدعم أمان البيانات بشكل كافي ومنها توخي الدقة عند اتخاذ القرار والقرار هنا هو قرار استخدام الحوسبة السحابية أم لا ثانيا المسئولية والمسئولية هنا مشتركة بين العميل ومزود الخدمة ثالثا التطوير وهو الاطلاع الدائم على تحديثات سياسات الأمن الرقمي وأنت هل بياناتك بأمان في التخزين السحابي؟ سؤال وجب التفكير فيه